عبس وطولد أن جاءه الأعمى وما يديك لعله يزكى أي يزكى وتنفعه الذكرى أما من استغنى فأنت له تصدى لما عليك أن لا يزكى وأما من جاءك يسعى وهو يخشى فأنت عنه تلهى كلا إنها تبجى من أجل الرويات أيضا يظن الضغم أن هذا الكلام مهده لإكاب للنبي صلى الله عليه وسلم حشاء بل هذا الكلام مهده للكافر الذي كان مع النبي بمكة والروايات تتكلم عن ابن أم مكتوم يا ابن أم مكتوم رجل مدني يبن يكن أصلا في مكة ولذلك ففي هذه الروايات إشكالات وكان أبو تمام وهو علي بن محمد الواسطي يرى أن الكلام مهده إلى الكافر لأنه لم يوجه بدمير النبي صلى الله عليه وسلم عبست وتوليت أو عبس النبي وتولى أو شيء من هذا القبيل فالكافر عبس وتولى أن دخل على النبي صلى الله عليه وسلم ما أعمى وما يضيك أيها الكافر لعل هذا الأعمى يتزكى عند الله ولكن مقياس الكافر هو الجنة والفقر والوجاهة ولو كان هذا من الأجنياء لقام له وبشى ويفسح له مجلسا بدواره لو كان هذا من الفقراء يتبرم وينقلب عليه هذا المقياس هو مقياس الكافر عبس وتولى أن جاءه الأعمى وما يدريك أيها الكافر لعله يتزكى أو يتذكر فتنفعه الذكر أما من استغنى فأنت له تصدى الغني تتصدى له وتفتخن به وما عليك ألا يتزكى وأما من جاءك يسعى وهو يخشى فأنت عنه تلاهة كان لأنها تذكر روايات بعضها نعرف من أين أتت ولكن الرواية لا بد أن تكون مقبولة دراية ورواية ما يكفي صحة السند فيها أن نأخذ بها لأنها بذلك تخالف المستقر عند كل المسلمين من عيون شأن النبي صلى الله عليه وآله وسلم من أجهز الروايات يضطر المفسر أن يفسرها على أن هذا الكلام فيه إتعاب أو فيه توجيه لسيد القرب الأجمعين صلى الله عليه وسلم